موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حالة الرابع للعداد للأبطال شعارنا نفرقباب وهدفنا إلى عفار اليوم سنأخذ المحاضرة الثانية من الوحدة الخامسة المحاضرة الثانية من الوحدة الخامسة تحكي عن ثلاث مواضيع اللي هي invitation دعوة offer اللي هو العرض وعندي promise اللي هو الوعد هذه المواضيع تلقائي بالخامسة وبالسادس وموجودات أساسا بالسادس إذن من تتهيئ لهم وتحفظهم هسا أو تحفظهم هسا رح يكون الموضوع بسيط ويسير زيان من نيجي علما على هاي المواضيع الثلاثة لازم تحفظ المسميات باللغة الإنجليزية أنت ما رح تمتحن عربي رح تمتحن إنجليزي إذن لازم تعرف المسميات بالتفصيل خليكم مياي رح نبلش هسا هاي شرح علما للتمرينات فإحنا جبنا الموضوع نشرحها بعدين نحل التمرينات حتى يصبح كل محاضرة واحدة خليكم مياي نجي إذن أول موضوع عدي اللي هو on invitation الدعوة on invitation الدعوة أحفظ invitation دعوة invitation دعوة شنو يقابل الانفتيشن الإجابة الإجابة إما تكون قبول أما تكون شنو رفض أما تكون قبول أما تكون شنو رفض ورح نشوف لكل وحدة شنو الإجابة مالتها إني جي على أول واحد on invitation أحفظ invitation دعوة بالدعوة أنا أستخدم with بعد with you بعد you like إذن فعل سابق الفاعل وراء like أنا أجيب to زائدا كل to بعد فعل شون يكون هذا الفعل مجرد زائدا التكملة ثم question mark علامة السؤال لأن الفعل سابق الفعل خلينا نعيد وركز ويايا would you like would you like invitation would you like وراء like to كل to بعدها فعل شبيل الفعل مجرد ثم التكملة هاي طريقة إذا إجابيها الفعل أكو طريقة ثانية ما ييجي فعل أيضا أبديها ب would بعد الود الفاعل you بعد you يبقى like زائدا ال اسم زائدا شنو الاسم ما يكو فعل إذن من يجي اسم لا تو ولا مجرد هو نفس الاسم ثم التكملة ثم علامة الاستفهام ثم علامة منه الاستفهام خلينا نشوف هاي الجمل حتى نطبق عليها القاعدة يابع يقول أنا الجمل سوي invitation مثلا إذا طلب من عندي أول خطوة أنزل would بعد would you بعد you like وراها أجيب to would you like to see هل ترغب معنى would you like هل ترغب to see the new film هل ترغب برؤية الفيلم الجديد شوف شو الطاني هنا نطاني to بعدها فعل مجرد to والsee فعل شنو مجرد الطريقة الثانية طريقة الاسم مثلا أنا أخلي would ورا الود you بعد you like a cup of tea ثم علامة السؤال باو شنو يجا ورا like اسم والدليل a cup ال a يجي بعدها اسم اذن a cup of tea زي طاني هاي الجملتين وقال لي يا بأ آني أريد منك reply هاي الجملتين شيريد من عندي reply شنو reply إجابة شون آني أجي أجاوب منو ال 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 إجابة شون تكون الإجابة عن منو عن ال ال دعوة هاي الإجابة عن منو عن الدعوة شلون طريقتين I'd love to تهد I'm afraid I can't أخشاء لا أستطيع هاي بالنسبة المن لموضوع ال invitation شون تعرف ال invitation would you like to مجرد would you like اسم وذن الجملتين دليل نجي على الموضوع اللي بعده هسه خلصنا من خلصنا من ال invitation وصور صعب نجي رقم اثنين رح ناخد منو ال offer العرض ايش ناخد العرض بالعرض آني أستخدم الفعل منو شل ورا الشل الضمير I إذن الشل فعل والضمير I فاعل إذن آني عندي سؤال بالسؤال يتقدم الفعل على الفاعل والشل تاخد بس I و بس I و زين زاعدا الشل I يجي وراها فعل شون يكون هذا الفعل مجرد بس بدون التو ما نخلي تو بالوديو لايك تو بالشل I ما ك تو فعل مجرد زايدا شنو زايدا التكملة ثم علامة السؤال لأن بس قلنا بالشل I اللي هو موضوع هذا رح يكون هنا أكتب لك هنا L FR L العرب خلينا شوف الجمل اللي عندنا مثلا ناخد جملتين shall I shall I close مثلا أغلق the window خلينا شوف shall I close the window أنا عندي الأداة من هي shall I اش بالفعل مجرد ما بأي اضافة التكملة وعلامة منه السؤال جملة ثانية مثلا shall I read أقرأ you لك the paper paper جريدة shall I read the paper shall I read you the paper هل يمكنني قراءة الجريدة لك باو شنو عندي الفعل read فعل مجرد فعل مجرد زي استاذ هذا بإجابة نعم بإجابة بشنو الإجابة شو رح تكون الإجابة اليمن على shall I كالتالي الإجابة رح نقول الإجابة أما أقول مباشرة شور اللي معناها شنو بالتأكيد يا برد سدي شبار شور سدي أو مثلا أردق لك الجريدة شكرا شكرا لك شكرا لك مريض إذن هذا جواب منه جواب العراض اللي هو الأفر وهذا هنا الدعوة اللي هو invitation نجي على الموضوع الأخير اللي هو promise الوعد هنالش رح نستخدم رح نستخدم I رح تجي بطريقتين لو بهاي الطريقة I'll لو مباشرة I وال I شنو وال لو يختصرها I'll لو I وال زائدا رح يجي كل I وكل وال وراهم الفعل مجرد العفو كل شال وكل وال شو يجي وراهم الفعل مجرد ثم رح تكون عندي التكملة زائدا نقطة الجملة مثبتة الجملة مثبتة نجي ناخذ جملة الدول علي من على الوعد مثلا أجي أقول I yal شوف شاستخدمنا I yal pick you up أنا رح أجي أخذك I شنو six ساعة الستة نفس الوقت وعدتك وطيتك شنو ونطيتك عرض زين أو جملة ثانية I yal اللي هي يمينية لا تنسي لا تنسون I شنو will will drive you I will drive you if you want I will I will if you will you will you will pick مجرد drive مجرد لا تنسي ورشل will will فعل مجرد أوكي وردتو فعل مجرد وهكذا استال هذا بيربلاي نعم بيربلاي شنو ربلاي الإجابة الإجابة زين شون أنا رح أجاوب هذا الموضوع زين ش رح أقول مثلا واحدة من الإجابات اللي ريدي نقول عليها وهي يا بتوصلني great رائع هذا واحد great زين بعد شرد أقول أريد أقول مثلا مثلا thanks a lot شكر موصول شكر موصول بعد thanks that would be nice شكرا سيكون هذا لطف منك إذن هذا الإجابة المن للبرومس الوعد great thanks a lot thanks that would be nice سيكون هذا شنو هذا لطف منك هاي القواعد الثلاثة هاي واحدة ثنين ثلاثة لموضوع الابتايشن الافر البرومس زيب وهاي الربلاي مالتها بالقبول أو بالرفض قبول رفض هنا قبول رفض وعدنا هنا كوم مشغلات بيها أخذناها هس رح نجي للتمرين اللي موجود لاحظ يا صفحة صفحة 78 من الكتاب النشاط exercise be much معنى much صل يعني وصل the sentences الجمل بدايات ويامن وهي النهايات it's hot الاختيار رح يصير عندي open the window shall i open the window هذا التكملة مالت الاختيار مالت ال الاختيار مالت منو ال ال اللي ناخذ اش نسوي له نشط ب حتى نعرف اش دي يبقى انه نعم رايحين نسبح would you like شوف هذا هنا شغلنا الافر العرض هس هنا invitation would you like would you like to come with us تيجي ويا باو would you ورا like شن خلي to اذا رح يكون اختياري منو رح يكون اختيار الس هايكون اختيار منو الس three you look thirsty انت عطشان تبدو عطشان ايال شوف ايال ايال هم عرض هم اختيار رح يصير عندي من هده ني get you something cold to drink get you something cold to drink اذا رح يكون اختيار دي اجيب لك شي بارد لتشربه شي بارد حتى شنو تشربه راح هذا عاني ليش اشطب حتى عرف جديم قالي it's time to eat وقت الطعام شلاي وقت الطعام شلاي زيان to see the city لا اكل ديقول do it when i get home لا انا شو بقه بقه الاف make us some sandwiches نسوي نسوي النفس بعض سندوي اذا رح يكون الاف رح يكون شنو الاف بقى الاثنين i know this is your first time in Baghdad انا اعرف هذا اول زيارة اليك وين البغداد would you like بقى جملة استفهامية و جملة مثبتة بما انه would you like كريد جملة استفهامية اذا رح نختار منو رح نختار ال a سنختار ال a to see the city تجي ويانا نشوفك المدينة راحة ال a اذا بقى عندي منو ال b i don't have time ما عندي وقت to help you يساعدك with your homework بواجبك الان ب حنختار i'll do it when i get home رح اسوي لك مناني ارجع للبيت اذا رح يكون الاختيار مالتي منو رح يكون الاختيار مالتي البي خلصنا من هذا التمرين نجعل التمرين اللي موجود التمرين السي بصبحة 79 من كتاب النشاط انسي كرامبل دي سنتنس احفظ هاي الكلمة معناها رتب الجملة الجمل to make حتى تسوي واحد شنو انبتيشن دعوة اتنين افر العرض ثلاثة or promise الوعد and a question and add a question وخلي question mark عند الضرورة وخلي question mark شنو عند الضرورة خلني جنحل ونضاوع شوف dinner with my house you two four come like انا انزل ال with اول وحدة would you like انا هاي حافظها او وراها to اولة اربع كلمات اخلتهم would وراها you وراها like وراها to to would you like كل توجي وراها فعل مجرد منو come would you like to come زين وراها to do الى my house الى بيتي وراها عندي four شنو dinner لل عشاء question mark ليش لان انا عندي الوديو لايك تنتهي بيش بعلامة استفهام ولان الفعل سابق الفاعل نجي الثانية juice of you i glass a get shall اذا منو عندي عني؟ عندي عني ناشح ناخد الحل shall راحت بالبداية وراها shall يشتاخذ i وما shall i اجيب فعل مجرد زين انا هذا خدت shall واخذت منو the i وين الفعل juice لح العفو مفعول glass اسم shall i get وراها you shall i get you اجيب لك اوكي وراها a glass a glass of من العصير juice ثم علامة السؤال ليش؟ لان الفعل سابق الفاعل ولاني shall i تنتهي بيش بعلامة استفهام نيجي هسه اهنانا عني عندي رقمة ثلاثة ايش رح يصير i the help wall i those carry you ايش يصير i wall i wall شي يريد وراه فعل مجرد help وراها you carry تحمل those نقطة ليش؟ لاني ال i wall ما بيها علامة استفهام والفعل سابق الفاعل نجي على اليمين نجي على هاي الجملة ايضا من الفاعل i ينزل ينزل راح من الفاعل wall i wall وراها send فعل مجرد you هذا المفعول به بطاقة بريدية from Egypt راح ارسلك بطاقة بريدية من مصر اذا هذا التمرين اللي هو سي وقالنا التمرين الديب نفس الصفحة انها يقول ماتس دي سنتنسيز يعني صل الجمل اللي موجودة وين بتمرين السي اللي هي موجودة هنا with reply بالاجابة يعني نجاوب منو نجاوب هذا الرباعي هاي الجمل الاربعة نختار لها شنو نختار لها الاجابة نجي رقم واحد would you like to come to my house for dinner زيان احنا شنو عدنا الاجابة عدنا I'd love to عدنا احنا I'd love to او عدنا شنو I'm afraid I can't اذا هنختار اول وحدة اللي هي راح تكون رقم واحد وانا راح يكون عني عندي رقم واحد اللي هو البي اوكي رقم واحد حيكون عندي شنو البي رقم واحد راح يكون عندي الاختيار بي الاجابة نجد رقم اثنين زيان اه shall i get you get you جيب لك a glass of water زيان glass of water shall i ايش ياخد لاشور لاشور نقول نقول no thanks او yes I'd love one نعم احب ذلك اذا راح يكون عني عندي اللي هو الدي حيكون عندي شنو الدي هايا انا نجيب رقم واحد البي رقم اثنيين الدي عندي رقم ثلاثة وهي I'll help you to carry those او I'll help you carry those تحمل هذه الاشياء راح يكون thanks a lot اللي هو ثلاثة راح يكون رقم A العفو حرف A ثلاثة والاخيرة بين راح يكون عندي فور اللي هو L C رقم اربعة راح يكون C اذا نحن اعزائي الطلبة ينتهي موضوع اللسن الثاني او المحاضرة الثانية طلب العرض الاقتراح او عندنا يعني البروميس الوعد ولو الاقتراح راح يجي ان شاء الله بالمحاضرات الجاية على امل اللقاء بمحاضرة جديدة مع السلام